أنا أقول لأبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة بن الحسن الدين أساسه العقل والعلم لا تقبل شيئا من الدين من دون عقل وعلم لا يضحك عليكم ضاحك بمنامات مكاشفات بهراء من القول بكرامات مكذوبة لهذا المرجع أو ذاك الصوفي أو هذا الدرويش لا يضحك هنا عليكم بهذا الدين أساسه العقل والعلم إذا ابتعد الدين عن العقل والعلم صار مزبلة صار مزبلة لا تأخذوا دينا إلى أن تموتوا من دون أن يكون مصاحبا للعقل السليمي الواضح وللعلم الصريح البين الذي تتلألأ حججه والذي يمنحكم وضوحا في الرؤية إلى أبعد الحدود دائما أقول فضائية لا تمنحكم الوضوح اتركوها إلا إذا أردتم أن تتابعوها كي تعرفوا ضلالها كي تعرفوا جهلها هذا شيء حسن أن تعرفوا ما يجري في زمانكم عالم يقال له عالم لا يمنحكم الوضوح هذا يعني أنه لا يمتلك الوضوح ما هو بعالم هذا فر منه بأقصى سرعة العالم الذي لا يمتلك وضوحا هذا ما هو بعالم هذا حمار مركب على شيطان الذي يقال له عالم وهو لا يمتلك الوضوح الدليل أنه لا يستطيع أن يهبكم الوضوح فاقد الشيء لا يعطيه إذا كان عاجزا عن أن يهبكم الوضوح إذن هو لا يمتلك الوضوح فما هو بعالم لا تخدعوا بالأسماء والمسميات وبالألقاب والبهارج الكاذبة علماء آل محمد يمتلكون الوضوح الكامل وعندهم القدرة أن يمنح الآخرين الوضوح إن لم يكن العالم هكذا فهذا حمار مركب على شيطان هذا حمار مركب على شيطان سيضحك عليكم مثلما يضحك على نفسه المستحمرة الشيطانية أكثر من تسعين بالمئة من المراجع وعلماء حوزة النجف وكربلاء ومن أصحاب العمائم فيها من هذا النوع من النوع المستحمري الشيطاني هذا هو الواقع على الأقل من وجهة نظري والأكثر استحمارا والأكثر شيطانة الذين يقال لهم خطباء المنبر هؤلاء هم الأكثر استحمارا وأنا أتحدث عن المشهورين لأنني لا أتابع الجميع لكنني أتابع الذين تنقل الفضائيات الشيعية مجالسهم ترجمة نانسي قنقر